طيب انت بالنسبة لأولمبياد خلينا نتكلم من نهاية انا بحب دائما نتدي من نهايات ان شاء الله البطولة هتبقى في نهاية سبعة نظر انت بتتمراني ازاي البرنامج بتاعك من هنا لأولمبياد توكي شكله ايه لو هنتكلم من هنا لأولمبياد توكي فاحنا فترة اللي جاية عندنا معسكرات مغلقة لحد تقريبا مص شهر سبعة يعني احنا حاليا معسكرين مع التيم الأولمبي المسؤول عني كابتن محمد عبد الرجال وكابتن عمر سعد وبيحضر معنا التمارين دكتور المنتل دكتور محمد صفي ودكتور التغزية دكتور مصطفى عاملين زي معسكر مغلق لمدة تقريبا عشر أيام ومنه هنطلع على معسكر في روسيا لمدة أسبوعين وهنرجع منه على معسكر في اسكندرية برضو لمدة أسبوعين وهنخلص ونرجع تاني على معسكر مغلق هنا في القاهرة لمدة أسبوعين ونخرج تقريبا منه قبل السفر بحوالي يعني أربع معسكرات تقريبا طيب وانتو بتعسكروا هنا فين في مركز أوليمبي مثلا بتعسكروا في أحد الأوتلات القريبة الفترة اللي فاتت كنا بنعسكر في المركز أوليمبي الفترة دي بنعسكر في قتل حرس الحدود اه يعني أحد الأوتلات القريبة من مكان التدريب